مندوبة عن سمو الأمير الحسن رعاة الأميرة سمية بنت الحسن الاحتفال الذي أقامته كلية تيرا سنطة بمناسبة تخريج الفوج الخامس والسبعين لكوكبة من طلبتها في الفرعين العلمي والأدبي والبرنامج الدولي البريطاني حضر الاحتفال قدس الأب إبراهيم فلتوس نائب الرئيس العام لرهبنة الفرانسيس كان والسفير البابوي في عمان والدكتورة ريمة زرقات مديرة التعليم الخاص وعدد من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وتضمن الحفل فقرات فنية ووطنية وكلمات للطلبة الخريجين جددوا فيها العهد على حمل رسالة السلام والخير في حياتهم المستقبلية بعدها تفضل قدس الأب رشيد مستريح مدير عام الكلية بإلقاء كلمته التي تضمنت عددا من النصائح والتوجيهات الأبوية لأبنائه الخريجين كما احتفلت مدرسة لاتين لفحيص الثانوية بتخريج الفوج السابع والعشرين لطلبة الثانوية العامة بحضور فعاليات دينية ورسمية وتدريسية وشعبية وفي كلمة وجهها مدير المدرسة الدكتور رامي نفاع للخريجين نصحهم فيها أن يحملوا الله في قلوبهم وعقولهم وأن يتحصنوا بالعلم اجتمل الحفل الذي رعته الأميرة سمية بنت الحسن على العديد من الفقرات الفنية والموسيقية وفي الختام سلمت رعاية الحفل الشهادات للطلبة الخريجين كما رعت الأخت كلارم عشر مديرة مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام حفلة خريج الفوج الرابع والعشرين من أطفال الروضة اجتمل الحفل الذي حضرته عدد من الراهبات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين والهيئة الإدارية والتدريسية وأهالي الطلاب على باقة من الرقصات والدبكات وكلمة لمديرة الروضة الأخت جوزفين قيقية وفي ختام الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح مدرسة الوردية تم توزيع الشهادات على الخريجين مع التمنيات لهم بالنجاح والتوفيق